حتى نعطيكم فقط ماذا هذه الاستثمارات واش أدات بالنسبة للحوكمة الإلكترونية في الجزائر بشكل عام مؤخرا في شهر جوليا الأمم المتحدة المصالح المختصة الأمم المتحدة كانت نشرت آخر دراسة في 2018 حول الحوكمة الإلكترونية في العالم فيها ترتيب دولي الجديد آخر مرة كان في 2016 سنتين من بعد أي هذه السنة نشرت ترتيب الجديد وين الجزائر تقدمت بعشرين مرتبة في التصنيف الدولي بالنسبة للحوكمة الإلكترونية اعتمادا على مؤشرين اثنين أولهم هو عدد وكثافة الخدمات على الخط للجزائر بالنسبة لهذا المؤشر تقدمت بعشر مراتب أما بالنسبة للمؤشر الثاني واللي هو البنية التحتية للاتصالات الجزائر تقدمت خلال سنتين بثلاثين مرتبة اشتركوا في القناة